بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نص حياتنا إحسان ونصها إساءة حسنات وسيئات ويوم القيامة الميزان ميزان الحسنات والسيئات فمن ثقلت موازينه ميزان الحسنات فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه يعني ميزان الحسنات أخف بكتير بسبب تقل ميزان السيئات ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وبالتالي أنت مهم جدا يبقى دايما قلبك شايف العلاقة بشكل سليم تبقى بصير في علاقتك بالذنوب بحيث أنك أنت تبقى محدد أنا ماشي في طريق ربنا ولا أنا بعيد وأنا مش واخد بالي مخدوع مشتت في الدنيا دي فهقول لك مجموعة حقائق على وجه اليقين تخليك بصير في علاقتك بالذنوب بقم واحد الذنب ذنب ولو فعله الكثيرون أهل العلم عندهم كده مصطلح اسمه التطبيع مع الخطايا يعني ايه التطبيع بني آدم عنده أنفس أعلى نفس بنضور عليها اسمها النفس الكاملة نفس نفس الأنبياء والأولياء والصديقين حاجة كبيرة قوي وفي نفس اسمها النفس المطمئنة اللي نفسنا نعيش بيها ونموت بيها يا اياتها النفس المطمئنة اتطمنت إن سكة ربنا هي اللي فيها النجاح والفلاح والسعادة فقرر يمشي في طريق ربنا وفي نفس نوامة مهمة جدا تفضل حيا النفس اللي بتعرف تميز المعيار ده صح وده غلط صح يكمل فيه وغلط توب لربنا واعتذر له وغير مصارك النفس دي لو ماتت وفسد المعيار الصح يبقى زي الغلط والإنسان يبقى ماشي في حياته غافل وينتقل للنفس الصعبة جدا وهي النفس الأمارة بالسوء اللي عندها كريفنج عندها لافة دايما بالذنوب عشان كده على وجه اليقين حافظ على الذنب ذنب ولو ناس كتير عملته كان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا كده يقول إياكم ومحقرات الذنوب شوف كلمة النبي ذنب عملته بس احتقرته ايه يعني المشكلة يعني كان سيدنا بلال بن سعد يقولك لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت فالنبي يقولك انت بقيت تحتقر الذنب ده بقى صغير أوي في عينك عادي يعني ما ناس كتير بتعمل كبائر إياكم ومحقرات الذنوب فإنهم وبعدين ضرب مثال كمثل قوم نزلوا إلى وادي عايزين يكلوا فرحوا كده ايه في غابة عشان يجيبوا حطب خشب صغير فذاك جاء بعود وذاك جاء بعود كان دي الذنوب يعني حتى صنعوا نارا عظيمة فأنضجوا طعامه فكذلك محقرات الذنوب يجتمعن على صاحبها حتى يهلكنه ذنب ورى ذنب ورى ذنب إن الجبال من الحصر جبل في ميزان سيئاتي من ظلط صغير كده فيقول له خد بالك من المسألة دي وكان سيدنا أنس بن ملك يقول له صحابه كده بلاش بلاش يا سيدنا أنس كان يقول لهم إنكم لتعملون أعمال يا في أعينكم أدق من الشعر صغيرة أوي كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات يعني المهلكات فيا أهل الله الكذب ذنب وساعات بيبقى كبيرة الغيبة ذنب والعلماء بيقولوا عليه كبيرة حتى لو كل القعدة بتغتاب تأخرك على شغلك باستمرار بيقلل بركة لقمة عيشك وده ذنب عشان أنت عايز تقبض مرتبك كامل بس مش عايز تدي الوقت كامل ده ذنب خد بالك السخرية والتنمر على خلقة ربنا ذنب وممكن يكون من الكبائر كمان فحتى إذا فعله الكثيرون كن بصير بصير في علاقتك بالذنوب أنك أنت تحافظ على نفسك اللوامة عرفة تحدد إيه الصح وإيه الغلط فالذنب ذنب ولو فعله الكثيرون